موسيقى أهلا بكم تعمل الحكومة الموقرة جاهدة على الحفاظ على الثروة البحرية كونها أحد أهم وأغنى مصادر الغذاء والاستهلاك وحرصا من القيادة الرشيدة على إدارة هذا المصدر تقوم بإصدار قوانين وقرارات من شأنها تنظيم التعامل مع الثروة البحرية ومن ضمن إدارة التعامل مع هذه الثروة قرار حضر الصيد لبعض الأسماك والأحياء البحرية لفترات معينة للحفاظ على استمرار تواجدها كمورد غذائي للمستهلكين موسيقى وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في ستوديو البرنامج السيد خالد عبدالله الشيراوي مدير إدارة الرقابة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للحديث عن أهمية حظر الصيد وكيفية الرقابة عليه موسيقى أهلا بكم من جديد وباسمكم ورحب بضيف الكريمة السيد خالد عبدالله الشيراوي مدير إدارة الرقابة البحرية بوزارة الأشغال وأشؤون البلديات والتخطيط العمراني مساك الله بالخير شك الله بالنور وبطلال وشاكر لكم بذي الاستضافة سعيد بوجودك مع عبدالله هذه الكلام يهم الناس وائد ويهم المستهل ويهم الدولة أيضا اللي راح نتكلم فيه خاصة بما يتعلق بفترات الحذر قبل ما كنا نسمع عن فترات حذر ما كانت تطبق فترات حذر لكن مؤخرا تم تطبيق فترات حذر لعدد من أنواع الأسماك أو الكائنات البحرية للحفاظ عليها دعنا في البداية نبتلي من ليش هذه الحذر شنو أهميتها شنو اللي نستفيد منها أو ماذا تستفيد منها يعني الثروة البحرية والبيئة البحرية بشكل عام أول شيء بضلال شاكر لك ذي الاستضافة وتحديدا اللي صارت في ذي الوقت اللي الكل يسول فيه عن الأمن القذائي واستدامة الأمن القذائي مع توجيهات جلالة الملك بالحفاظ على مصادر الأمن القذائي وزيادته واستدامته فلسفة الحذر مثل ما نقول هي ترى شيء عالمي مو بس يعني موجود في البحرين لأن الحذر أثبت أنه من أكثر الأساليب العلمية اللي ممكن تساهم في زيادة المخزون السمكي ولذلك يعني البحرين ودول الخليج بدأت تأخذ مثل ذي السياسات في تطبيقها لأن أثبتت الدراسات أن ذي الطريقة بحضر صيد أنواع معينة من الأسماك في فترة التكاثر والخصاب تساهم بزيادة المخزون السمكي خصوصا إذا كنا نتكلم عن البحرين أن آخر الدراسات وصلت أن المخزون السمكي عندنا في البحرين وصل لغاية عشرة بالمئة بس اللي بقى منا فخلاص أنت مضطر تأخذ عدد من الإجراءات اللي ترجع البيئة البحرية وترجع المخزون السمكي بالكميات اللي تساهم في الحفاظ على الأمن القذائي عندك في المملكة ولذلك يعني نرد نأكد أن هذه سياسة في الحضر سياسة عالمية موجودة فقط عندنا في البحرين هي سياسة للحفاظ على الثروة البحرية وحماية بعض الأنواع تحديدا لذلك نحن في البحرين حاليا عندنا ثلاثة أنواع تذكرهم لنا وفتراتهم لو سمحت نعم يا الله سالمك نحن عندنا في البحرين طبعا ثلاثة أنواع يتم حضرها الحضر الأولي طبعا اللي هو الكل إذا تسالي يحر بيقول لك الربيون الربيون طبعا لأنه أكبر فترة نعم هو أطول فترة وهو يعني الأكثر رواجا من المخازين السمكية ستة شهور وايدة بالنسبة لنا نحن كمستهلكين وهو الأكثر رواجا حتى بين المستهلكين يعني الربيون ويمتد يعني حاليا سابق السابق كان طبعا مدة أربعة شهور نعم بس حاليا من 2018 صار من تاريخ واحد اثنين لغاية واحد وثلاثين سبع نتكلم عن فترة ستة شهور ما بقى شي هانت خلاص ما بقى إن شاء الله لأسبوعين إن شاء الله وخلاص يصير فتح الصيدة بأي طريقة غير الكرف بالطرق القانونية نعم بالطرق القانونية عندنا النوع الثاني الله يسالمك اللي هو سمتش اللي نسميه القبقب اللي هو سرطان البحر ذي طبعا يمتد من 15 ثلاثة لغاية 15 خمسة وهي فترة التكاثر وعندنا سنمك اللي هو القرار بحضر صيد الشانعد من 15 ثمانية لـ 15 عشرة وهذي اللي احنا نأكد فيه إنه في سمتش الشانعد فيه قرار من لجنة التعاون الزراعي في الأمانة العامل دول مجلس التعاون الخليجي أصدرت قرار إنه لازم نحافظ على سمتش الشانعد ونزيد كمياته واحدة من ذي الغرارات كانت اللي هو حضر صيد في فترة التكاثر بالشبك بالإضافة تم تحديد قياسات معينة حق الشبك اللي صيد صحيح كل ذي الأمور تصب في صالح إنه نزيد المخزون السمكي من الشانعد ونزيد حتى الأطوال اللي يتم صيد يعني صار فيه تحديد للطول المسموح صيد نعم ولفتحات الشبكات الصيد بقرار خليجي بقرار هل فترات الحضر لنوع من أنواع الأسمى كتشانعد مثلا أو غيرها من الأنواع الثانية موحدة بين دول الخليج أم تترك لكل دولة حسب طبيعتها والبيئة أو نشاط البيئة نعم نعم كنت مثل ما أنت عارف يعني نحن في دول الخليج بحر واحد صحيح ولذلك لازم يتم اتخاذ إجراءات موحدة بين الجميع لأن البحر واحد والمخزون واحد عساس هذا يمكن قرار الشانعد خلاص بدأنا بتطبيقة يعني مواكبة للقرارات اللي ماشة في دول الخليج أيضا قرار منع صيد الربيان في أنه يبتدي من واحد ثلاثة عساس الغرارات كلها تكون واحدة وطريقة مثلا منع الكراف هي مبطريقة فقط موجودة في البحرين لها موجودة في أكثر من دولة خليجية فلذلك جميع الغرارات تكون واحدة لأن المخزون السمكي واحد وفي أيضا مجال لكل دولة أنها حسب يعني طبيعة البيئة البحرية لها نوعية الأسماك لأن مثلا في الكويت نعم السمك الزبيدي مثلا نعم لفترة نعم نحن في البحرين الصافي ما في فترة تحضر لكن في الإمارات في فترة ويعتبر من أكثر الأسماك يعني يحاولون الحفاظ عليها وإرجاعها عشان شيء مثلا في الإمارات على سبيل المثال كان في دراسات بأن تعافي البحر ما بين 17 إلى 30% في السنوات الأخيرة نتيجة مثل هذه السياسات هل البيئة الوحدة التي تصفيها دول مجلس تعاون البحرية نعم يعني إذا قصر السمك منوع من الأسماك في البحرين رح أثر على كويت على الإمارات هو العكس به نعم الله سلمك مثل ما قلناه أنه المخزون السمكي واحد يعني ممكن ما يكون فيه تأثير مباشر لكن نحن نعرف أن الله سلمك الأسماك بطبيعة دورة حياتها تتنقل من مكان لمكان فممكن صيدها في أحجام معينة أو في فترة من فترات دورة حياتها في منطقة معينة يمنع وصولها حق مناطق ثانية أو يمنع وصول كميات منها حق مناطق ثانية ولذلك لازم يتم اتخاذ قرارات موحدة موحدة بين دول مجلس التعاون إش قد رصدتوا الفائدة إش قد تعافى البحر في البحرين خلنا نكلم عن البحرين طبعا ودول الخليج إذا كان فيه هناك حصائيات يعني نتيجة لهذه السياسات سياسات الحضر والتعليق الصيد أنا قبل بس لا أجاوب على هذه السؤال برجى حق النقطة اللي في حضر لبعض الأنواع في دول الخليج يعني نحن نقول في البحرين عندنا حاليا الثلاث أنواع ولكن ترى يعني جميع الدراسات حاليا قاعدة تصير على باقي الأنواع من الأسمك قد يكون فيه مستقبلا فقد يكون فيه مستقبلا على بعض الأنواع بزع الصيادين يعني نحن الصياد اللي فعلا مثل ما نقول قلب على البحر يعرف أن حضر بعض الأنواع في فترة التكاثر يساهم بزيادة كبيرة في المخزون السمكي من ذي النوع أنا أكلمك عن الصياد اللي فعلا صياد وفعلا من أهل البحر وخايف على هذه الثروة وخايف على هذه الثروة وطنية يعرف أنه مثلا مثل ما نقول يعني سمشة الصافي اللي احنا بالعام نقول عنها الحبل اللي فيها البيض السمكي اللي فيها شكثر ممكن يوفر مخزون لو تم منعه في فترة التكاثر عساس هذه الدراسات حاليا ما نشي على دراسة الموضوع نحن ما نقول راح يستوي جريب ولكن راح حاليا تتم دراسته في دراسات ومدى جدوى تطبيق حضر لبعض الأنواع على طاري الصياري شلون كان التعاون شلون ردة الفعل مع سياسات الحضر سواء في بدايتها أو خلنا نتكلم عن الحين بعد تطبيقها لفترة معينة هل كان في رفض؟ هل في تعاون؟ نعم طبعا نحن لما نتكلم عن حضر الربيان أو حضر القباقب أو حضر الجانعد جميع الصيادين عندهم علم مسبق يعني مثل ما نقول ما يتفاجئون بالقرار كلنا نعرف أي بالضب فالكل يعرف فعلى هذا الأساس كانوا أصحاب البوانيش سابقا يعرفون ويرتبون حياتهم على أنه خلال هذه فترة الحضر لازم أنا أشوف لي مثل ما نقول يعني مشروع آخر أو مصدر دخل آخر وكتعاون خاصة الربيان تحدي خاصة الربيان يعني تحدي وكان كتعاون من وكالة الزراعة والثروة البحرية جميع صيادين الربيان من يرقب في فترة الحضر أن يحصل على رخصة صيد أسماك عساس يشتغل في فترة الحضر جميع ذلك الصيادين كان يمنحون رخص مؤقتة للعمل خلال فترة حضر صيد الربيان فكان يعني نحصل من الصيادين الحقيقيين وأنا أكد عليه هذه الكلمة ماذا يعني بالحقيقيين؟ الحقيقيين أسلمك لأن أهل البحر أصاني يعرفون أن اليوم في كثير أصلا مو من أهل البحر بدأوا يدخلون دي المجال وحاليا يتم رصد العملية حتى في كثير من الصيادين بدأوا يضايقون من وجود عمالة معينة موجودة في البحر وهذا اللي تم اليوم دراسة مثل ما نقول يعني خي نقول تحييد تحييد البحر وصدرت قواني مثل نوخذ البحريني وصدرت قرارات تدعم ذي التوجه صحيح لما تفضلت موضوع نوخذ البحريني ترى نوخذ البحريني غالبية الصيادين يطالبون فيه لأنه يعرفون أن وجود البحريني في ذي المهنة وجوده في البحر راح يساهم بشكل كبير في الحفاظ على المخزون السمكي فهما متعونين في الغالب؟ غالب الصيادين متعونين وحاليا في ذي الفترة تحديدا ما يتم مصدار يعني إذا تسمح لي أخي بطلال ما يتم مصدار أي قرار في ذي الوقت إلا بعد الاجتماع مع الصيادين صحيح يعني اليوم نحن في وكالة الزراعة والثروة البحرية وعندنا تحديدا في وزارة الأشقال والباديات تقتل عمراني سعادة الوزير وعندنا سعادة الوكيل فاتحين بوابهم لجميع الصيادين فاليوم أي قرار ينخذ يتم مقابلاتهم والجلوس معاهم وأخذ الآراء منهم قبل أصدار أي قرار فالقرار اليوم لما يطلع مثل ما ينخذ مثل ما نقول نحن من الدراسات ومن ناس الأكاديميين أيضا يتم استعانة بأهل الخبرة في ذي المجال لأنهم بعد لهم وهذه المفروض يعني على شان يكون لهم رأيهم عشان يتقبلوا النتائج ويتعاونون إذا كان فيه تعاون ليش نشوف مثلا والفترة اللي طافت هي كانت فترة تحذر الصيد الربيان نشوف دائما يعني هناك خروقات وهناك عمليات قبضة على مثلا بعض البوانيش لداشة ومصادرة يعني الحمولة اللي فيها أو الصيد ومالا هذا اللي كنت أعني لك يا قبل شوي بالصيادين الحقيقية اليوم ترى غالبية الغالب من اللي قاعدين صيدون الربيان في ذي الفترة في فترة الحذر هم من الناس الهواء اللي يملكون القوارب يعني نادرا ما راح تلقى صياد يحمل رخصة صيد أسماك يقوم بصيد الربيان في وقت الحذر غالب اللي يتم ضبطهم من الهواء اللي يعني شافوا أن المجال مثل ما نقول في صيد الربيان في وقت الحذر ممكن يسوي لهم مدخول بطريقة غير مشروعة فعلى هذا الأساس يتوجهون حق ذي المكان بس عمليات الضابط لهم مستمرة صحيح واليوم لغاية اليوم تقريبا ما يطوف سبوعين سبوع لا نشوف مثل هذه العمليات بالضبط هذا اللي يتم يعني اللي يتم لعلان عنه قد يكون العدد أكبر أي نعم لأن لكل قضية مثل ما نقول بعد يعني حساسياتها شوية من ناحية في بعض الغضايا يتم أخذ الإجراء عليها في نفس الوقت في غضايا لا تستدعي تحويلها للنيابة فعلى هذا الأساس وشي اللي يصير يعني يتم مصادرة ماذا المعدات القارب الحمولة فقط أي الله سلامك في حال ضبط الكمية مع القارب يتم أخذ الإجراء القانوني عليه بالكامل من لحظة القابض عليه لغاية حالة للنيابة العامة إذا أني على موضوع اللي كل يسأل عنه اللي هو الكمية اللي تم ضبطها وين يروح وين تروح بالضبط فهي تروح الله يسأل مك في عندنا على الجانبين الجانب الأول إذا كان الربيان اللي تم ضبطها طازج يتم بيع فورا في مزاد علني على أصحاب المطاعم ويتم إحالة جميع الأوراق المتحلقة في هذه الموضوع للنيابة العامة في حال كان الربيان اللي تم ضبطها غير طازج وغير صالح للأكل يتم حالته حق المركز الوطني لاستزراع السمكي كطعام حق الأسماك اللي موجودة هنا نرجع حق السؤال اللي يمكن يعني تخطيناه وهو اش قد استفاد استفادة البيئة البحرية من فترات الحضر أو من تطبيق هذه السياسات انتعاش هذه البيئة إعادة الحياة الطبيعية فيها هل هو ملموس واضح يعني لقيتونا فعلا جاء وكان مكافأة لهذه السياسات نعم طبعا بطلال اللي لما احنا نتكلم على دراسة نتائج مثل هذه القرارات من الصعوبة نحنا نقدر نعطي نتيجة صحيحة مئة بالمئة خلال فترة سنة أو سنتين أو ثلاثة صحيحة دائما المخازين السمكية يتم قياسها على المدد الطويلة ولذلك إذا نحن نتكلم على نتائج سنقول ملموسة بسيطة لا فعلا ممكن أنت اليوم تسأل الصيادين تسأل حتى الناس العادية سنقول المقاييس والمؤشرات البسيطة على سبيل المثال يعني للحاصر من المقاييس البسيطة أنه في بعض الأنواع اليوم في البحرين رجعت رجعت صحيح أو بالأصح زادت كمياتها لأن الربيان على سبيل المثال هو غذاء لأسماك ثانية وهي دورة بطبق وهذا القرار هو حفاظ على الثروة يعني التنوحها التنوح البيولوجي المخزون الاستراتيجي حتى هذه إن بقيت على شلمك تسأل أنت الصيادين إن بقيت تسأل المستهلكين حتى على الكميات طبعا بتشوف أنه لوحظ يعني شوي قلت سعر يعني الكيلو اليوم من الأسماك يمكن دي الفترة نحن في شهر سبعة وثمانية ترتفع لأسباب مناخية لأسباب مناخية ولكن ترجع على مثلا المانية على شهر أربعة السنة وتقايسب شهر أربعة من 2019 تقايسب شهر أربعة من 2018 بتلاحظ الفرق يعني في الأسعار وإن كان بسيط ولكن موجود وفترة صغيرة وفي فترة بسيطة على المدى البعيد على المدى البعيد إن شاء الله يكون أفضل تقدر رسيمك تسأل حتى من هوات الغوص عندنا في البحرين اليوم الذين اللي ممكن يعطونك مثل ما أقول يعني من الميدان لأنهم لما كانوا يقوصون قبل ثلاث أربعة سنوات وسألهم اليوم لما يقوصون شنو الأشياء اللي لاحظوا عليها فيها تغيير من بعد قرارات الحاضرة التي صارت في تغيير ملحوظ أكيد أكيد في التنوع البيولوجي والمخزون وما إلى ذلك يعني لحياء البحرية عادة كثير منها بالضبط البيئة البحرية بدت نوعا ما تتحسن تتعافى بدت تتعافى بعض المخازن السمكية بدت أن نشوفها نوع كانت بسيطة ويمكن لا تحصلها لما تذهب مناطق معينة اليوم لا بدت تتشوف أنت في أكثر من مكان وهذه الكلام نفسه يقولون الصيادين ويقولون المستهلكين ويقولون قبل فترة أبو عبدالله كان فيه كلام أن الثروة البحرية المخزون الاستراتيجي في البحرين تقلص إلى 10% نعم هذه أشياء ساعدت على اتخاذ مثل هذه القرارات مثل ما تفضلات يمكن ما نقدر نتكلم اليوم ما قد نمت لكن على المدى القريب الملحوظ يمكن نشوف فيه فرق في هذه نسب بإذن الله بإذن الله إن شاء الله نقول على بعد خذيننا سنتين بعد نقول على سنتين ثلاث جدام نشاهد الواقع الملموس من تحسن البيئة البحرية بإذن الله هل هناك خطة جديدة لإدارة الرقابة أو الرقابة على الحياة البحرية في البحرية نحن أسلمك دائما نحن أسلمك في وزارة الأشقال والبيديات تقطة العمراني موضوع عملية حظر الصيد يحتاج حق تعاون عدد من الجهات فإننا اليوم في الوزارة وفي وكالة الزراعة والثلاث البحرية عندنا تعاون مع جميع الجهات اللي لها اختصاص بالبيئة البحرية هنا في نقطة بحسن أحب أوضحها بعد بطلال اليوم ترى يعني البيئة البحرية في البحرين تعادل تسع ضعاف مساحة اليابس فلذلك جهة واحدة ما راح تغطي عملية الرقابة فيها ولذلك اليوم التعاون مع قيارة خفر السواحل يعني تحديدا التعاون مع المجلسة على البيئة التعاون مع عدد من الجهات لاتلاختصاص يتم تشكيل فرق عمل بحيث مهمة ذي الفرق الضابط المخالفات في نفس الوقت يعني في بعض الإجراءات أنت تحتاج تأخذها في نفس الوقت خصوصا نحن نتعامل مع مخازين سماكية مثل ما قلت لك يعني تأخير الوقت لو ساعة واحدة ممكن يأثر على الكميات يعني في بعض المخالفات التي نضبطها مع الجهات الأخرى مثلا دعنا نفرض صغار الأسماء أنت اليوم لما تصيد صغار الأسماء وتكون عايشة الأسماء هذه تقدر تأخذ الإجراء الفوري ويرجعها إلى ترجعها البحر نعم في بعض المخازين السمكية الثانية لا تبتري تأخذ الإجراءات القانونية مع المخالفين فيها عملية إحالة المخالفين للنيابة عملية ضبطهم عملية رصدهم لازم تحتاج فيه تعاون عدد من الجهات اليوم لما نشوف عملية ضبط القوارب في البحر أنت اليوم تتكلم عن عدد فيه عدد يعني مبسيط من الناس اللي قاعدت بحر في البحر من الصعوبة أن إدارة الرقابة البحرية تضبط العملية بمفردها لا فيه تعاون مع كل الجهات فيه تعاون مع كل الجهات اليوم لما فيه مخالفات مثل ما نقول يعني فنية أنت محتاج تستعين بالخبراء والفنيين اللي موجودين في المجلسة على البيئة اللي ممكن يفيدك عن طبيعة المخالفة عن كيفية رصدها كيفية متابعتها وكيفية أنت حتى يعني الحفاظ على المنطقة ذي المعينة شون ممكن تحافظ عليها شون ممكن تراقبها فلذلك هل في تعاون من الصيادين هم نفسهم يراقبون يعني صيادين حقيقي الصيادين حقيقي نعم اليوم الله سلمك كل واحد يخاف على البحر يعني مثل ما نقول إحنا ما يسكت يقوم لو شاف لو سلم وما يكون بينهم بيئة معين يعني يواصلون فاليوم على طول يقوم يبلغ خفر السواحل اليوم حتى عندنا في إدارة رقابة البحرية تم استحداث خدمة يديدة اسمها خدمة الصياد والتي هي عن طريق التواصل عن طريق الواتساب مع جميع الصيادين والمهتمين بالبحر فاليوم نحن عن طريق خدمة الصياد نستقبل عدد من البلاغات من البحارة والصيادين نفسهم عند مشاهدات يعني حق أي مخالف في البحر على طول يصورون ويرسلون لنا عبر خدمة الصياد نحن من استلم البلاغ نأخذ الإجراء المعين إذا كان الإجراء ينخذ من عندنا في إدارة الرغابة على طول نبتدي فيه إذا كان متعلق بخفر السواحل نتواصل مع الإخوان في خفر السواحل إن كان في المجلس على البيئة على طول تحويل ليلة الجهة المختص نعم تحويل أجم فنشوف الله سلمك التعاون من الناس اللي فعلا نحب البحر اللي كل يوم في البحر تحافظ على البيئة لكن الناس اللي لأنها يرزقهم وهذه ديرتنا وحق الأجيال القادمة يعني والأمن الغذائي اللي نتكلم عنه اليوم إذا كان البيئة البحرية تتعافى وهناك مشاريع الاستزراع السمكي وهناك قوانين يمكن من الضروري أيضا نذكرها لتحديد حتى نوعية شباك الصيد وما إلى ذلك هذه كلها يحافظ على الثروة البيئية القوانين خاصة بمعدات الصيد هل يتم مراجعتها بشكل دوري هل يتم أيضا القبض على المخالفين أو يعني تحريرهم أو تحويلهم للجال المختص فيما يتعلق على سلمك بالمعدات الصيد المخالفة المرسوم رقم 20 لسنة 2002 وضع عدد من معدات الصيد المخالفة والتي يتفق عليها كل شخص مهتم بالبحر أنه فعلا من المعدات المضرة بالبيئة البحرية يعني على سبيل المثال يعني لا الحصر موضوع الكوفة موضوع الشباك اللي متعارف عليه بين الصيدين سمونها الهيالي موضوع شباك صيد لأسماك من عدد من الطبقات اللي فيها أو الشباك النايلون بغضبط الله يسالمك فذي يتم رصدها بشكل شبه يومي في عدد من مواقع الصيد ممكن يتم ضبطها على السواحل ممكن يتم ضبطها داخل الموانا وذي تم اتخاذ عدد من الإجراءات لرصد ذي العملية يمكن البعض يتكلم عن بعض الأنواع من القراغير اليوم اللي تم فيها صيد بعض من المخوزين السمكية وإنه ليش سامحين فيها كل المعدات هذي اللي ما انذكرت في المرسوم رقم 20 سنة 2002 حاليا يتم دراساتها ودراسة جدوى منعها أو تحديد قياسات معينة لها أو نوعيات معينة منها يعني في بعض دول خليج يحنا اليوم يمكن نستفيد بعد من تجرباتهم في عملية أنه حتى مثل ما نقول يعني قرقور السمك يحدد لك نوعية الحديد اللي فيه أو نوعية القطن اللي تم استخدامها فيه بحيث ما يضرب بها كل دي الأمور حاليا يتم دراساتها مراجعتها ودراساتها ومدى جدوى تطبيقها الحقيقة يعطيكم العواف في الدور اللي تقومون فيه الله أنتم في الرقابة مهم وطبعا مع الجهات الأخرى المختصة بحماية الثروة البيئية والبحرية مخزون الاستراتيجي التنوع البيولوجي في مياهنا الإقليمية لأننا نحن البحريني لا نستطيع نعيش بدون البحر ولا نستطيع نعيش بدون خيرات البحر من يحب السمك غير أحلى البحرين من كثرهم يحب السمك فأنتمنى إن شاء الله أن جهودكم تكلل بالنجاح ياريكم العافي يا أخي خالد بإذن الله كنتم المشكورين على هذه الاستضافة اللي جدا هامة في ذي الوقت واللي إن شاء الله بتساهم في توعية الكثير من السياد إن شاء الله هذي واجبنا يعني اللي يحب اللي يلحق إن شاء الله إن شاء الله الله يعافيك الله يعافيك أيضا نوجه لكم الشكر مشاهدينا على حسن المتابعة نلتقي في حلقات أخرى إلى اللقاء يعطيك العافي خليكم اشتركوا في القناة